أذكر بعض الحالات المستثنات من الكفر اللفظي يستثنى من الكفر اللفظي حالات لا يكفر فيها قائله حالة صبق اللسان وهو أن ينطق بشيء من الكفر بلا إرادة وحالة غيبوبة العقل أي عدم صحوه وحالة الإكراه بأن يكره بالقتل وحالة الحكاية لكفر الغير على غير وجه الرضا والاستحسان وحالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع أي تأول آية أو حديثا على خلاف المعنى المراد وكان تأوله في غير القطعيات